هل أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي شبكات تجسس؟ رسالة واحدة على واتساب كافية لأن تفقد حياتك ليس أنت فقط، بل عائلتك بأكملها ومن يرافقك في هذه اللحظة يحدث هذا في غزة الآن بل وعلى وجه الدقة يحدث من بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي والتي استخدمت فيها قوات الاحتلال كافة الوسائل المتاحة وغير المتاحة للتفنن في قتل الفلسطينيين حتى بات الهاتف المحمول بمثابة قنبلة قابلة للانفجار في وجه حاملها تقارير صحفية نشرتها وسائل إعلام دولية أكدت وجود نظام اسمه لفندر استخدم نحو سبعة وثلاثين ألف فلسطينيين كأهداف محتملة خلال الأسابيع الأولى من الحرب وبين السابع من أكتوبر والرابع والعشرين من نوفمدر تم استخدامه في قتل نحو خمسة عشر ألف شخص حيث يتم توجيه الذكاء الاصطناعي لتخمين الضحية ويعمل برنامج لفندر على تحليل المعلومات التي تم جمعها عن سكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو مليونين وثلاثمائة ألف نسمة من خلال نظام مراقبة جماعي لمساعدة قوات الاحتلال في التنكيل بهم وقتلهم على نحو وحشي هذه الكارثة التكنولوجية والسياسية والإنسانية تقود للتساؤل بشأن كيف يمكن حماية تدول المعلومات وبيانات الأفراد من مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي وهل إذا ما باتت بمثابة شبكة تجسس تمثل درجة عالية من الخطورة على أمن الدولي والأفراد أيضا موسيقى